بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه بعض الأقوال التي أحسست أن فيها نورا متأثيرا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها وعن سعيد بن جبير أنه قيل له من أعبد الناس قال رجل اجترح من الذنوب فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله قال ابن عطاء السكندري رحمه الله رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا وقال أيضا الستر قسمان ستر عن المعصية وستر فيها فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق الله جل جلاله ومما كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص عندما أرسله لفتح فارس قال أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب وآمرك ومن معك بأن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منك من عدوك فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم قيل لحكيم ما العافية قال أن يمر بك اليوم بلا ذنب قال ابن الجوزي رحمه الله ربما كان العقاب العاجل معنويا يقصد عقاب الذنوب المعاصي في الدنيا قال ربما كان العقاب العاجل معنويا كما قال بعض أحبار بني إسرائيل يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني فقيل له كم أعاقبك وأنت لا تدري أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي وقال أيضا الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي فإن نارها تحت الرماد وربما تأخرت العقوبة وربما جاءت مستعجلة وقال رحمه الله وهو يتكلم عن تأثير وأثر التقوى في الخلوات تقوى الله في الخلوات يقول فيكون ذلك الفعل كأنه طرح عودا همديا على مجمر فيفوح طيبه فيستنشقه الخلائق ولا يدرون أينه وهو يقصد بذلك التقي عندما يظهر إلى الناس ويختلط بالناس يشعرون بهذه بهذا العبق وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق قال الفضيل بن عياض رحمه الله بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله هذا والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر